هي قصة تلميذة إناس حجري من عين تيموشانت التي تعاطف معها الملايين من الجزائريين إناس شاءت الأقدار أن تفارق الحياة صبيحة يوم الإعلان عن نتائج شهادة الباكالوريا وهي التي نجحت وتفوقت بمعدل 13.34 تعزيكم اللي جيتوا عندنا اليوم وكنت واسفين في بنتي صغيرة نتاعي اللي ضاعت لينها الفرحة التاحة الكبيرة اللي كانت سنة فيها اللي كانت بغي تفرحنا بيها والحمد لله فرحتنا وهي ميتة الحمد لله يا ربي جابت لي عمرالية ولبواها الحمد لله يا ربي يا ربي ما خذتني لا في الدنيا لا في الآخرة شرفتني وشرفت ابواها ربي خليها لي ربي يحفظها لي يا ربي يا ربي راني عارفة بلي راح حافظها عندها قد ما كنت حافظته وأمنته وراني راضي بقضاء الله وقادره إناس التي كانت تعاني من مرض فقر الدم لم يمنعها من الاجتهاد والمثابرة للتتويج بتقدير جيد في نتائج الامتحانات النهائية لكنها لفظت أنفاسها صبيحة الإفراج عن النتائج بدلت مجهود كبير للحصول على البكالورية ولكن بما أن لديها مرض غير مزمن وهو نقص في الهيموغلوبين فبالتالي تلك المجهودات الجبارة التي قامت بها أدت إلى نتيجة نتيجة فيما يخص تضعفات في حالتها الصحية ونتيجة نوعا ما السلبية بنسبة لها شاءت الأقطار أن تغادر إناس الحياة دون أن تكتب لها فرحة نجاح وسط عائلتها ودعواتنا لها بنجاح الدوام في جنات الخلد إن لله وإن إليه راجعون ترجمة نانسي قنقر